السلام عليكم يعتبر العنب من الفوكه اللذيذة والمفيدة جدا للجسم وهو يعد مصدر غنيا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تقوي منعة جسم الإنسان وعند إضافة الليمون إلى العنب فهذا يزيد أكثر من قيمته الغدائية وبالتالي يستفيد منه الجسم بشكل ممتاز فهذا الخليط البسيط يضم كمن هائل من الفوائد والخصائص الرائعة ومن أبرزها احتوائه عن نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي بدورها تساعد الكبد في التخلص من السموم والحفاظ على سحاته وتحسين أدائه بشكل ممتاز زيادة على وقايته من العديد من الأمراض من فوائد هذا الخليط أيضا تقوية المناعة وتعزيز سحة الدماغ ويقي من خطر إصابة بالزهايمر كما يساهم في التخفيف من آلام الصداع النصفي يعد مفيدا جدا للجهاز الهضمي حيث يعمل كملي طبيعي للأمعاء وهذا بفضل احتوائه على عناصر مهمة جدا تسهل من حركة الأمعاء وتساعد الجسم على التخلص من الفضلات ومن مشكلة الإمساك يشبال نسبة عالية من المعادن الهامة لصحة العظام كما أنه يساعد على تقويتها ويرفع مستوى هرمول إيستروجين عند النساء وبالتالي ألوي قاية من خطر الإصابة بها شاشة العظام مفيد جدا في تخفيف الوزن الزائد وهذا بسبب ضمه نسبة كبيرة من الألياف التي تعمل على زيادة الشعور بالشبع وهذا من جهة ومن جهة ثانية يحتوي عن نسبة من السكر الطبيعي الذي يمنح الجسم الطاقة والحيوية بالإضافة لكمية مهمة من الماء وكل هذه العناصر تساعد على التخلص من الوزن الزائد أتمنى أن تجربوا هذا الخليط فهو مفيد جدا لصحة الإنسان ولا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة وكذلك الضغط على الجرس لتصلكم منشورتنا فأورا تنزيلها شكرا لكم على مشاهدة إلى اللقاء